هل يقوز للقد أو القدة أن يدفع زكاتهما لأحفادهما الذين جاوزوا سن البلوغ والدراسة ولا يجدون عملا إن كان أولا هناك شروط لصحة ذلك الشرط الأول أن لا يكون الأجداد ممن يلزمهم عول أحفادهم والشرط الثاني أن يكون هؤلاء الأحفاد تصدق عليهم أوصاف استحقاق الزكاة فإن كانوا في عول والدهم على سبيل المثال ووالدهم كان ذا غنى فإن والدهم ملزم بالإنفاق عليهم إذ لا يتصور ليس في السؤال أنهم ملزمون بالإنفاق على أسرة أو على أزواج أو غير ذلك وإنما فيما يضر هي نفقة أنفسهم فيعتمد ذلك على هذه النفقة من الذي يحتاجون إليه إن كان هناك من هو متكفل بعولهم ورعايتهم وتحقيق مطالبهم وإحتياجاتهم أما إن كانوا في حاجة وهذه الحاجة معتبرة شرعا كمواصلة تعلم على سبيل المثال لم يتح لهم مع عدم تمكنهم من العمل بعد سعيهم واجتهادهم لا أن يقعدوا في بيوتهم ينتظرون الوظائف والأعمال أن تأتي إليهم وإنما هؤلاء يسعون قدر استطاعتهم لإيجاد مصدر رزق واكتساب مهنة أو حرفة لكنهم لم يحصلوا عليها بعد مع التزامات تلزمهم نحو كما تقدم ما يحتاجون إليه أو لأسرهم ففي هذه الحالة لا مانع أن يدفع الأجداد إذن هناك شرط يتعلق بكون المزكين في هذه الصورة أجدادا والجد أب قد يكون ممن يلزمه عول أحفاده نعم فكل من يلزمه أن يعوله فليس له أن يدفع إليه زكاة هذه القاعدة لكن الشرط الثاني يتعلق بالنظر في استحقاق المسؤول عنهم هل هم مستحقون أو ليسوا بمستحقين للزكاة هذا لا علاقة له الآن بكون المزكين هم من الأجداد وإنما هي مسألة مستقلة ينظر فيها إلى أحوال هؤلاء المسؤول عنهم هل هم مستحقون للزكاة فعلا أو هناك من يعولهم ومن ينفق عليهم ويدفع مصرفاتهم دون عناء وهم في كفاف أو فوق الكفاف ففي هذه الحالة لا يعطوا من الزكاة نعم ولعلها أيضا لعل الإشارة إلى ما يتعلق بفئة الشباب خصوصا الراغبين في العمل الذين قد لا تواتيهم فرص العمل بسهولة ويسر ليسوا جميعا على حالة واحدة في استحقاق الزكاة فإن كانوا من من يتأثل الأموال أي أنه يريد أن يجمع المال بالطرق السهلة فيقعد ينتظر السماء أن تنطر ذهبا فهذا غير مستحق للزكاة لا سيما إن كان قويا قادرا على العمل نعم وكذلك الذي يترفع عن أعمال شريفة يمكن أن يكتسب منها رزقا ولكنه مع ذلك يترفع عنها ويعرض عنها ولا يقبل عليها إما لصعوبتها أو مشقتها أو غير ذلك ولا يريد إلا العمل السهل اليسير فقد يكون في إعطاء مثل هذا من الزكاة مدعاة لكي يستمر على حالته تلك نعم فهذه القضايا لا بد أن ينظر إليها في تبين حالات المستحقين للزكاة والله تعالى أعلم هل تأخذ الصدقات نفس أحكام الزكاة؟ صدقات النفل؟ نعم لا وضعها أيسر نظرا لأن الزكاة فريضة والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والمتعدي فيها كمانعها نعم والمقصود بالمتعدي فيها الذي يضعها في غير أهلها نعم فمن أجل ذلك ولأن مصارفها أي المستحقين لها قد بيّنتهم آية في كتاب الله عز وجل نعم فلا يصح أن يتصرف فيها من تلقاء النفس أما عموم صدقات النفل فلا إشكال فيها نعم ترجمة نانسي قنقر